عشرون يوماً ولا يزال إضراب عمال المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى متواصلاً إضراب ضربت به الإدارة عرض الحائط الظروف اللي نمر بها في المؤسسة هذه الظروف مزرية العامل أبسط حاجة أبسط حاجة الشحينات النقل العمال دارينا شحينات يعني إنسان يعني يحشم يركب فيه سيارة الإسعاف هنا لداخل المؤسسة داري لهم ربعة داخل الإدارة ربعة عقوبات عديدة فردت على العمال المضربين وصلت لدرجة الطرد التعصفي رغم محاولة نقابة المؤسسة إلى فتح أبواب الحوار مع الإدارة إلا أنها لم تفلح في ذلك كذلك الإسفزازات حتى وصلت الدرجة أنه يعني لسانسية الأمال من العامة هنا عدنا المكتب هنا مكتب نقابة هنا عدنا المكتب تعنا هنا هنا غالقين عدنا الباب ما ندخلوش ما عدناش حق ندخلو ما عدناش حق يعني ما عدناش حق نجتمعوا في مكتبنا ولا نجتمعوا تحتهن تحت البون هذا حاولنا الدخول للمؤسسة للقاء أي مسؤول لكن فجئنا بعدم وجود أي أحد ما عدا عاملة إدارية لا غير والأخيرة رفضت التسجيل معنا العمان مسرون على مواصلة إضرابهم والإدارة تلتزم الصمت ومن يأبه لمطالب عامل الورشات مدام العمل بمقر الإدارة العامة للمؤسسة يسير على أكمل وجهه ترجمة نانسي قنقر